السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا متابعين الكرام في هذه النشرة الجوية الخاصة بأحوال الطقس وجديد التحديثات والنماذج الخاصة بمنطقة الشام والشرق الأوسط إذن من المتوقع بإذن الله تعالى بداية من مساء اليوم الأربعاء وإلى غاية الغد الخميس أن تحدث حالة مدارية قوية من عدم الاستقرار كما نتابع معكم في الصورة هذه الحالة متابعين الكرام ستشمل جميع أنحاء بلاد الشام كما يتوقع أن تتشكل السحب الركامية الرعدية الممطرة هذه السحب الركامية ستعطينا أمطار غزيرة جدا بحول الله تعالى على كل أجزاء بلاد الشام كما ستشمل هذه الحالة المدارية دولة سوريا بالإضافة إلى لبنان وفلسطين والأردن كما نتابع معكم في الصورة والتحذير من خطر تشكل سيول وعواصف رعدية بحول الله تعالى طيلة هذه المدة التي تخص منطقة الشام سنتابع معكم الحالة لحظة بلحظة فقط تابعونا متابعين الكرام سنوافقكم بالجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته